رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الروكو نيوسف لحنيتي الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة ذكرى الهجر النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية هذا وافتتح لحنيتي جناحي الضباط والمدني في مدينة الحسين الطبية بعد إعادة تحديثهما واطلع على جاهزيتهما وأحدث المعدات والأجهزة المستخدمة وواقع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للموارضة رأى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد لحنيتي اليوم الأربعاء الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي تلاه آيات عطرة من الذكر الحكيم وألقى مفت القوات المسلحة العقيد إمام حسن المخاتر كلمة قال فيها ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي كانت محطة فارقة في تاريخ الأمة الإسلامية قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ختاما نسأل الله عز وجل أن يديم بيننا الأخوة والمحبة والأمن والأمان تحت ظل الراية الهاشمية راية عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده الأمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير واجتمل الحفل على أناشيد دينية ومدائح نبوية بهذه المناسبة فصلاة الله على الهادي والكون يردد آمين رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه ملاء الدنيا بالأموار وفي سياق متصل افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة جنى حي الضباط والمدني في مدينة الحسين الطبية بعد إعادة تحديثهما بحضور مدير عامل خدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات واستمع اللواء الركن لحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه مدير عامل خدمات الطبية الملكية عن خطط مديرية الخدمات الطبية للتطوير والتحديث ومراحل التطور التي مرت بها المديرية والتي شهدت خلالها نقلات نوعية تمثلت بإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وعن مراحل إعادة تحديث الجناحين بداية أرفع لبقام صاحب جلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني حفظ الله ورعاه والعائلة الهاشمية والشعب الأردني والأمة الإسلامية أسمى آيات التهنية والتبريك مناسبة رأسنا الهجرية وكل عام وأنتم بألف خير بتوجيهات ملكية سامية ومتابعة حثيثة من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة تشرفنا اليوم بزيارة عطوفة رئيس هيئة الأركان بافتتاح تأهيل قسمين من أقسام مدينة حسين الطبية قسم الجناح المدني وجناح الضباط وهو جزء من تأهيل أقسام أخرى في المدينة الطبية وذلك لتقديم أفضل رعاية طبية لأبناء الوطن لطبقى الخدمات الطبية الملكية صاحبة الرعاية والريادة والسناد الأكبر للمنظومة الصحية في المملكة الأردنية الهجرية تم افتتاح اليوم في مدينة الحسين الطبية تحت رعاية عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة وعطوفة مدير عام الخدمات الطبية جناح الضباط والجناح المدني تم تجهيز القسمين بأحدث الأجهزة الطبية بمواصفات عالية لما يتوافق مع الرؤية الحديثة لتحقيق أعلى المعايير الخاصة بالجودة لخدمة المرضى والمراجعين يشمل جناح الضباط على 37 سرير ووقع قاعتين للمرضى بالقاعة الأولى تحتوي على 6 غرف فردية و6 غرف ثنائية وغرفة عزل أما القاعة الثانية تحتوي على 7 غرف فردية و5 ثنائية وغرفة عزل وجال رئيس هيئة الأركان المشتركة داخل جناح الضباط الذي يضم 37 سريرا وداخل الجناح المدني والذي يضم 23 سريرا واطلع على جاهزيتهم وأحدث المعدات والأجهزة المستخدمة وواقع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى ويأتي هذا الافتتاح حرصا من القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الخدمة الطبية المتميزة ذات الجودة العالية وبكلفة معقولة مع الالتزام بالتطوير والتحديث من خلال الكوادر الطبية المؤهلة والتقنيات الحديثة بهدف المساهمة الفاعلة في رفع مستوى الرعاية الصحية في الأردن